بالمناسبة امبارح النادي الاهلي اتحرك من طنجة الى مدينة قرباط عشان طبعا الاستعدادات الاخيرة لماتش ريال مدريد على ملعب استاد مولاي عبدالله هيكون يوم الاربع الجاي ان شاء الله يعني من الامور اللي كانت لافتة للانظار امبارح وجهاز الفني واللعيبة خارجين من مقر اقامتهم في طنجة قبل ما يسافروا قد ايه المغربة وطاقم الضيافة في الفندق اللي كانوا نازلين فيه كانوا بيودعوهم بالتسقيف وعملين لهم ممر شهرة في لحظة خروجهم من الفندق وحاجة عظمة على عظمة ما احكيش لحضراتكم طبعا الاخوة بين المصريين وبين المغربة فعلا ما هياش كلام وعلاقة النادي الاهلي دايما فيه انظار الجماهير العربية بشكل عام والمغاربية منها بصفة خاصة دايما قوية جدا وكأنها يعني بتعبر عن تأدير ازلي ما بين الشعبين المصري والمغربي وكمان الاحترام المتبادل الحقيقة التحرك من طنجة كان طبعا بعدها فيه تدريبات الفريق منها تدريبات استشفائية وكمان لياقة بدنية ميستر كولر عمل اجتماع مع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق طبعا عشان حابب يتطمن على حالة كل اللعيبة بالنسبة الافشة انتظم فيه برنامج تدريبي منفرد على هامش التمرين الجماعي ده كان انبارح ثم انضم بعدها في جزء من التدريبات الجماعية قال الدكتور احمد ابو عبلة انه يعني حدد برنامج تدريبي خاص الافشة بسبب شكوى من دور برد خفيف عقب انتهاء لقاءهم مع سياتل الامريكي وقال انه ان شاء الله حينتظم في التمرين الجماعي بشكل طبيعي جدا ابتداء من النهاردة الاثنين بنقوله الف سلامة ان شاء الله محتاجينه فاي ومصحصح وزهن وحضر واليقز وحضرة وتتشاط والحلوة حضرة عشان ربنا يوعدنا بالقضية لا هو روحهم حضرة والكامستري حلوة وروح النادي الاهلي موجودة وشوفنا دايما منذ بداية مارسل كولر بجد ليه احنا بنقول دايما على يعني مدير فني سواء ناجح او لا هو من كذا زاوية انت بتقيمه طبعا فنيا وغير ان هو يدير والشخصية وكل ده بس العامل المهم جدا جدا ومش اي مدير فني بيجي بيعرف يعمل ده هي الجانب او هو الجانب النفسي بجد مارسل كولر لديه القدرة ان هو يشتغل على هذا الملف او هذا الجانب بشكل محترف كل اللعيبة بتاعتنا منذ قدوم مارسل كولر شفت اداء اكثر من رائع مقارنة مش هقول بس بالموسم اللي فات اللي هو كان ليس الافضل ابدا بس بكذا موسم كمان فعلا اللعيبة يمكن ما كانتش في الموسم اللي فات واللي قبل يا كريم في الروح بتاعتهم ده ما كانش محمد شريف ده ما كانش افشا ده ما كانش الشناوي بالمناسبة كان في حاجة مش مزبوطة طبعا منها ضغوطات والكلام ده كله والجداول اللي تكلمنا في النقطة دي لكن الاهم كان فكرة انت مش حاسس بروح النادي الاهلي في الملعب كان في حاجة غلط لكن الحمد لله مد قدوم هذا الرجل وانا مش بتكلم كده على اساس ان هو مخسرناش معاه ولا مباراة حد دلوقتي لا انت بتتكلم وبتقيم ده على اساس فعلا اللعيبة يا كريم ظهر بافضل صورة لديها هم دول اللعيبة بتوعنا هو ده افشا اللي شفناه هو ده محمد شريف هو ده حسين الشحات هي دي اللعيبة حتى الصفقات الجديدة يا كريم مش من السهل ان انت صفقة جديدة تنزل وتلعب وتتقلق منذ المباريات الاولى واللقاءات الاولى ليها شفنا ده حاصل مع مارس الكولر فبجد رجل فعلا محترف حتى هذه اللحظة نقدر نقول عليه فعلا احنا متطمنين مع هذا الرجل مسير مفرم نفتر